شار العراق الكبير المرحوم عبد الرزاق عبد الواحد في بيت من قصيدة عظيمة قال كل العوالم تبني على قدم وساق وكلما رهيت بناء بكيت على العراق نعم في هذا الزمن اللعين صرنا نبكي دما على ما يجري في هذا البلد المغلوب على أمره من جرائم لم تألفها الإنسانية من قبل بل هو إسرار على الجرائم بشكل ملفت للنظر والقتل ومن يدعمهم ومن يحميهم ومن يقف خلفهم أحرارا يضحكون سرا وعلانية على دماء هذا الشعب لأنهم جاءوا أصلا برسالة خبيثة غبية وبدهاء وبمكر من أجل إذلال هذا الشعب الحر يوميا عدنا عرس ويوميا عدنا حفل الدم ويوميا عدنا جثث متفحمة ويوميا عدنا أيتام ويوميا عدنا شباب ونساء وأطفال تحترق وتتفحم ليش شنو السبب ما ندري منه القاتل منه المأجور منه العميل ما ندري ليش محميين ما نعرف طبقة لا تستحي ولا تخجل من نفسها أريد منكم واحد فقط بالعملية السياسية أمام العراقيين يطلع يقول آني شريف لا بقت ولا كتلت ولا نهبت ولا ارتزقت ولا حميت ولا حملت ولا شلت ولا آويت ولا سلحت واحد بس شريف بمقاسات الشرف التي تربى عليها العراقيون وليس بمقاسات الشرف التي تتعاملون بها أنتم يا عملية سياسية يا حكومة يا دولة يا زعين يا قائد مدارسه من طين ومستشفياته من عدين لكم هناك واحد يسوي مستشفى سندويج بنال ويغلفه بالفلين والدواء وكسيجين أنتوا ما شايفين قبل أنتوا ما سامعين أنتوا إذا مو شغلتكم أنتوا إذا مو رجال دولة ليش إزيتوا على الدولة ونكموا قبل ثلاثة شهر ثمانين قتيل مستشفى ابن الخطيب والب السمائي بشي والب الأرض يبشي ورؤوساء الدول والمنظمات والهيئات الدستعازي للأخوان القيادات بالعملية السياسية إنه بهذا مصطلح القيادات والزعامات وهو ما يسوى لخمس قروش وإن عادت الكرة من جديد بالناصرية وللآن ما نعرف هم يعرفون وإحنا صرنا أيضا نعرف إنه هذا الأمر أمر دبّر بليل عملية تسقيط سياسي ناس يسقط ناس على حساب دم الشعب العراقي تجي تقول لك الكهرباء يقول لك هناك مخطط لاستهداف الأبراج زيال أنت تيال ما تقدر تهمي مستشفى ما تقدر تهمي كهرباء ما عدك مي ما عدك فلوس ما عدك كل اللي الله انتقد بي عليكم عدكم بس حرامية وما أدري شلور راح تواجهون رب العالمين وشلور راح تواجهون هذا الشعب وش راح يصير بيكم بقادم الأيام حينما تحترق الناصرية لمرات ولمرات عديدة واللجان تحقق ش تحقق اللجان هذا يقول لجنة عليا زيال لجنة عليا مني يعني مثلا يالي سويها وقررت اللجنة وهذا أهم شيء اعتبار الضحايا من الشهداء زيال أنا اللي اتعلمت واللي دريت به الشهيد الذي يقع أجره على الله والله هو وحده الذي يقول هذا شهيد وذاك لا هسه ماشي نقول احنا ما نفتهم زيال انت من سويته شهيد هذا يروح رب العالمين يعتبره شهيد لانه انت اعتبرته شهيد ماشي اعتبرته شهيد تطيح حقوقه ليش هو العدل ما اخذ منك حق حتى الميت ياخذ حق دروح وشوفوا العاطلين على العمل هو ما اخذ دكتوراه بالفيزياء النووية ودكتوراه بالكيمية وبكالوريوس بالطيب او ماجستير بالهندسة صار لسنتين قاعد على الرصيف او زعيم عدكم البارحة كاني جدي وتصدق عليه العالم هسه ملت مليار ديار والله تعبنا من الحجو ياكم والله تعبنا ويلحجو ياكم وانتو ما تسون العتب والله لكنه مثل ما قال لكم انا قبل راح اقول لكم ياها الان والله العظيم والله العظيم والله العظيم تنتظرون مسيرا اسود وتنتظرون ايام سوداء من العراقيين سينقلبون عليكم ذات ليلة لا يبقي منكم احدا ولا يضر اشتركوا في القناة